بتقول ايه في الاسبوع الماضي والاسبوع اللي شهد مفاجآت قوي جدا في بطولات الكاس هنبدأ مع حضركم بصحفة الاسبانية وماركة الاسبانية بتقول ايه كريم بن زيمة قدم عرضا رائعا وسجل هدفين امام جيرونا في مباراة انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-1 وتخطى هوجو سانشاز على قائمة الهدفين التاريخيين لريال مدريد موندو دوبرتيفو ليونال ميسي ولعبه فريق باشلونة حضروا امس حفلا خاصا لافتتاح سيركي ديوسولي الذي سيعرض قصة حياة النجم الارجنتيني كما ابرزت الصحيفة توقيع باشلونة مع المدافع جان كلير توديبو بالاضافة للظهير الايمن اميرسون من اتليتكو مونارو وايضا بعض الاخبار اللي قالت ان لويس سواريز قال لا نخشى مواجهة ريال مدريد في كأس الملك سبورت الكتالونية بتقول نرى وفل فوز بكافة البطولات تصريحات لويس سواريز قال اظهرنا الرغبة والطموح امام اشبلية للفوز بكل الاوقاب هذا العام كان من المؤلم بان يبحث النادي عن مهاجم اخر دون علمي وتحدثت الصحيفة ايضا عن صفقات بارسونة الاخيرة بقولها البارسة سيقدم اليوم الجمعة لعبه الجديد توديبو كما توصل الاتفاق مع اميرسون الذي سيعار الى ريال بتيس سوبر ديبورتي بتقول فالينسيا نجح في اللحظات الاخيرة بالانتفاق مع تشيلسي وكريستال بالاس على انتقال ميشي باتشواي للاخير ايطاليا وايه اللي بيحصل في ايطاليا وكلام كتير على الصحف الايطالية ولا جزيتة دولو سبورت بياتيك طبعا المهاجم البولندي اللي انتقل اخيرا من الى ميلا ونجح في مباراة نابولي الاخيرة انه يحرز هدفين في المباراة اللي انتهت ما بين ميلا ونابولي اتنين صف صفقة اعتقد كلفت خزينة ميلا حوالي 30 مليون يورو وبياتيك افضل توقيع في المركاتو الشتوية الايطالي خيبت امل للانتر بعد توديع كأس ايطاليا على يد لاتسيو ورصت انتونيو كونتي بالقرب من مكاتب انتر ميلا وسط توقعات بقرب رحيل اسباليتي كوريري دوليو سبورت بتقول سانسيرو لاتسيو يقصي انتر ميلا برقلات الترجيح المباراة ذهبت الى رقلات الجزاء وخطأ نيانجولان كان حسما وانزاجي في ادور نصف النهائي مع ميلا وجيمس بالوتا يتابع ما يحدث في روما ومونشي سيعلم بقاء ديفرانشيسكو توتو سبورت السر الكبير في يوفنتوس بعد كرثة بيرجامو بيرجامو هي مباراة اتلانتا اللي خارك فيها يوفنتوس بتلتة هداف مقابل شيء هناك تفاؤل كبير بشأن تعافي كليني وتقصير مدة غياب ليوناردو بونوتشي غضب رونالدو يثير حفيظة البيان كوناري واليجري يهتم بزيادة تركيز اللاعبين ومعالجة الاخطاء توقعات بعودة الكرواتي ماريو منزو كيتش للمشاركة امام بارما وانتر ميلا يودع كأس ايطاليا وكونتي يبدأ الاستعداد ومستقبل سباليتي على الحافة بشكل كبير نروح للصحفة الانجليزية ونبدأ بالديلي اكس بريس هم يجهلون ما يتوجه عليهم فعله ساري يجب ان يغير من طريقته من اجل الحفاظ على وظيفته في تشالسي والمخادران بيتر كروتش يعود للمنفسة على المستوى الكبير وهو في سن الـ 38 وبينتقل من ستوك سيتي الى فريق بيرنلي علشان يعود الى دوريا الانجليزي الممتاز من جديد ديلي ستار هم لا يستمعون الي تعليق ساري المحبط بعد ربعية بورنموث رجل الرقم القياسي ميجل الميرون يصل الى نيو كاسل بالمناسبة جماعة ميجل الميرون منتقب من الدوريا الامريكي الى الدوريا الانجليزي بصفقة 21 مليون باوند انجليزي وصفقة دي هي الاغلى منذ ان تعاقد نيو كاسل مع مايكل اوين في سنة 2005 بـ 17 مليون باوند يعني بتكلم في حوالي ازيد من عشر سنين نيو كاسل لم يتعقد مع لاعب بهذه القيمة اخيرا الميرون يبدو ان ساري يخشى تجاهل لاعب البلوز وقصة طويلة اخرى لبيتر كراوتش خلصنا مع حضرتكم اخبار الصحف العالمية تعالوا نشوف نتابع ازاي الاسبوع الجديد هيبدأ من خلال ترتيب جداول الدوريات والمباريات القادمة في بطولات الدوري نبدأ مع حضرتكم بالدوري الانجليزي الممتاز وجدوا الترتيب زي ما حضرتكم شايفين ليفر بول في المركز الاول ب61 نقطة منتشستر سيتي في المركز الثاني ب56 نقطة وطابتنهام هوتسبيرس في المركز الثالث 54 نقطة وارسنل في المركز الرابع 47 نقطة معاه في عدد النقاط فريق تشلسي في المركز الخامس ب47 نقطة نروح للجدول الاسباني وباشلونة في صدارة الترتيب ب49 نقطة يلي أتلاتكم مدريد ب44 نقطة بعديهم ريال مدريد 39 نقطة في المركز الرابع أشفلية 36 نقطة واد بروتيفو هلافز في المركز الخامس 32 نقطة أخيرا الدوري الإيطالي يوفنتوس في المركز الأول 59 نقطة ونابولي في المركز الثاني 48 نقطة وإنتر ميلان في المركز الثالث 40 نقطة وإسي ميلان في المركز الرابع ب35 نقطة ورومة في المركز الخامس ب34 نقطة نروح للمباريات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ونبدأ معكم من بكرة السبت 2 فبراير والساعة 2 ونص توتنهم وتسبيرس مع نيو كاسل الساعة 5 تشيلسي وهاردسفيل تاون أيضا الساعة 5 إيفرتون وولفر هامتون بيرنلي وصاث هامتون في الساعة الخامسة أيضا وكريستل بالس وفولهم الساعة 5 وبرايتون وواتفورد الساعة 5 وأخيرا الساعة 7 ونص كاردف سيتي وبورنوث يوم الحد 3 فبراير ليستر سيتي ومنشستر ينايتد الساعة 4 وخمسة بتوقيت القاهرة ولقاء القمة والمنتظر والقوي جدا والإن شاء الله أيضا يكون في صالح فريق ليفر بول منشستر سيتي وأرسنال الساعة 6 ونص بتوقيت القاهرة أخيرا لقاء يوم الاثنين ما بين ويست هام ينايتد وليفر بول الساعة 10 بتوقيت القاهرة نروح لجدول الدوري الأسباني من المباريات القادمة ويوم الجمعة ساعة 10 النهاردة هوسكا هيلاعب بلد الوليد بكرة إن شاء الله سبت 2 فبراير ليفانتي وختافي ساعة 2 ريالس وصيداد وأتليتيك بالباو الساعة 5 وربع وقمة قوي جدا الساعة 7 ونص باشلونة وفالينسيا وأخيرا الساعة 10 إلا ربع سالتافيجو وأشبلية يوم الحد 3 فبراير فيا ريال وأسبانيول الساعة 1 ريال بيتيس في مباراة قوية أمام فريقة لاتكو مدريد الساعة 5 وربع وإبار أمام جيرونا الساعة 7 ونص وأخيرا 10 إلا ربع ريال مدريد ريال مدريد الأسباني ونروح للدوري الإيطالي ونشوف إيه أخبار الجدول بكرة السبت 2 فبراير الساعة 4 إمبلي وكييفو وفيرونا الساعة 7 نابلي وسامبدوريا ويوفنتوس وبرما الساعة 9 ونص يوم الحد 3 فبراير سبال وطورينو الساعة 1 ونص وأودنيزي وفيورنتينا الساعة 4 جنوا وصصولو الساعة 4 انترميران وبلونيا الساعة 7 وأخيرا لقاء القمة المرتقب والمنتظر الساعة 9 ونص روما وميلا على ملعب الأولمبيكو وهنرجع بقى لنتابع علشان خاطر نجمنا المصري محمد صلاح نشوف هدافي الدوريات الكبرى ونروح للدوري الإنجليزي ونبدأ معاكم بنجمنا المصري محمد صلاح اللي عنده 16 هدف في الدوري الإنجليزي وأوبيم يانج 15 هدف هاريكين 14 هدف وسولجو إجويرو 11 هدف وإيدين هازرد 10 أهداف وأخيرا كاليوم ويلسون لاعب بنادي بورنموث ب10 أهداف نروح للدوري الأسباني ونتابع مين متصدر جدول الهدفين ميسي ب19 هدف يليل ويسواريز 15 هدف وكريستيان ستواني لاعب جيرونا 12 هدف وأنتوان جريزمن لاعب أتلكم مدريد 10 أهداف ووسام بن يدر اللاعب الفرنسي التونسي الأصل لاعب أشبالية ب10 أهداف وإياجو أسباس لاعب سلتافيجو ب10 أهداف نروح للدوري الإيطالي ونتابع ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ونشوف رونالدو أرب ولا لسه صاحب المركز الأول طبعا فابيو كولاريلا لاعب نادي سامبدوريا 16 هدف رونالدو في المركز الثاني ب15 هدف بيتساوى معه زباطة لاعب التلانطة ب15 هدف وفياتيك المنطق الحديثا إلى إيسيميلام ب13 هدف وميلتش لاعب نابلي ب11 هدف وإيمابيلي لاعب لاتسيو ب11 هدف كده احنا خلصنا مع حضراتكم ترتيب جداول والمواجهات القادمة وأيضا هدف الدوري العالمية أو الدوريات العالمية هنروح لشوية أخبار موجودة معنا وبعديها هقول لحضراتكم على أبرز الانتقالات سريعا وأبرزها والانتقالات اللي تمت في شهر واحد معظمها كان على سبيل الأعرى لكن هنبدأ معكم بالأخبار وهنتابع ايه اللي حصل خلال